لهذا الأسبوع السيد شوقي مهدي وهو الكاتب المتخصص في الشؤون الطاقة أرحب بك سيد شوقي هذا الاختلاف وهذا البون الواسع ما بين أسعار الخامات النفط ما بين أسعار الغاز التي صعدت بحشرة في المئة تقديرك وتفسيرك لها شوقي نعم معمر شاهدنا استقرار يمكن أن نسمي استقرار في أسعار الغاز وذلك لعدة أسباب الأسعار الغاز الطبيعي المصال والعقودات هي طويلة الأجل وليست عقود فورية بالأرقام أن العقودة الطويلة تمثل أكثر من 73% من التجارة مقارنة ب27% حجم السوق الفوري أيضا هناك استقرار في الإمدادات بمعنى لم يحدث لصناعة الغاز ما حصل للنفط لم يتم إقراق السوق بغاز رخيص كما حدث في النفط يعني شهدنا الحرب بين السعودية وبين روسيا تم إقراق السوق العالمي بالنفط الرخيص أدى إلى انهيار كبير في الأسعار هل تأثرة؟ يعني نعم فيه تأثيرات في تأثرة السوق الغاز لكن بشكل طفيف مغارنة بسوق النفط لكن كما ذكرت عقود طويلة الأجل دونها الكثير من التحديات ربما منها قد يكون القوة القارة التي ربما تستخدمه بعض الدول في ظل جائحة كورونا تأثير استخدام هذا البند على العقود بشكل عام شوق حدث هذا في بداية أزمة كورونا بسبب حالة الإقلاق شبه الكامل للاقتصادات ولكن منتجي الغاز هم أكثر مرونة من منتجي النفط إذا رجعنا إلى تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري ذكر أن المنتجين هم مع المشترين بمعنى أن هناك مرونة ستتم جدولة الشحنات الغاز الطبيعي المسائل هذا عامل ثقة بين المنتجين وبين المشترين لذلك لم يتم استخدام بند القوى القاهرة بشكل كبير إذا رجعنا إلى العقود التي خلال الفترة الماضية هناك بنسبة قليلة تم استخدام بند القوى القاهرة لكن بالمجمل في ظل ما شهدناه من تبعات للأثر الاقتصادي على سوق الطاقة كيف ترى تأثيرات هذه جائحة اقتصاديا على قطاع صناعة الغاز على المستوى الأقليم وعلى المستوى الدولة إن على كذلك على مستوى الإمداد والأسعار أتوقع أن يتعافى قطاع الغاز سريعا من أزمة كورونا وذلك بالسبب توجه الدول نحو الطاقة النظيفة رأينا العديد من الدول التي تريد أن توفي بالتزاماتها من اتفاقية باريس للمناخ حاولت أن تسن تشريعات وقوانين تحس على التحول نحو الطاقة النظيفة أيضا على المستوى القريب سيتعافى السوق بسبب موجات البرد الكبرى وميل الدول أو ما يسمى به التوجه أو الرجوع نحو استهلاك الغاز بشكل أكبر لكن في المقابل شوقي إلى أي حد تشوف أنه أيضا الغاز الصخر الأمريكي يمكن أيضا يكون عامل ضغط على قطاع صناعة الغاز وعلى سوق الغاز عموما خلال هذه المرحلة وكما يقال في صناعة الغاز هناك متسع للجميع في الغاز الإمدادات مغارنة الصادرات والواردات ليس هناك فجوة كبيرة ووفقا لتقرير الدول المصدرة للغاز الصادر مؤخرا سيكون هناك نموا كبيرا في الغاز الطبيعي المسال وهو أكثر الوقود الحفوري نموا خلال السنوات المقبلة مما يتيح الفرصة لمنتجين جدد أن يدخلوا السوق أو مشاريع التوسعة يمتصها السوق خلال السنوات المقبلة انطلاقا مما ذكرت أستطيع أفهم شوقي بأن قرار قطر المضي بتطوير حقل الشمال والزهب الإنتاج إلى 126 مليون طن ومؤخرا توقيع عقود بـ 11 مليار لزالة حجم أسطول الناقلات هل هو يندرج في إطار ما هو منتظر لسوق صناعة الغاز ومعدلات النمو ما بعد العام 2025؟ استمرار قطر في توسع حقل الشمال يعود للقوة المالية لشركة قطر للبترول وقوة الاقتصاد القطري هذا من ناحية وهذا ومن ناحية أخرى التوقعات نمو السوق بحلول 2025 و2024 أو بمعند بداية الإنتاج التوسعات الغاز القطري توقيع العقد لشراء ناقلات غاز بحوالي 11 مليار ريال هو يؤكد موضي الشركة في أنها تصبح رائد ومنتج مرن وموسوق به عالميا في صناعة الغاز الطبيعي المسال قطر للبترول أو شركة ناقلات تملك أكبر أسطول لناقلات الغاز بحوالي 74 ناقلة من إجمال 601 ناقلة حول العالم كل هذه العوامل مجتمع وقراءة للسوق المستقبل من حيث النمو ومعدلات الاستهلاك تدفع بقطر للبترول أنها تدفع بمشاريع التوسعات وتمضي في خططها التوسعية لحقل الشمال نستطيع أن نقول أن العالم قبل كورونا بالأكيد ليس هو كما بعده وعلى مستوى النظام العالمي وعلى مستوى المنظومة الاقتصادية وعلى مستوى القطاع الطاقة في قطاع صناعة الغاز ما الذي سوف يكون له تأثير ما بعد كورونا على هذا السوق طبعا أكيد ستكون هناك تغيرات في صناعة الطاقة بشكل كامل حالة الإقلاق الآن هي تؤثر على كافة القطاعات ولكن كما ذكرت من قبل أن العوامل مثل الدمو السكاني والتغير المناخي وتشجيع الدول لاستهلاك طاقة نظيفة يعني الآن نحن بمراجعة العدد من الدراسات تشير إلى أن الغاز الطبيعي المسال سيكون البوابة أو التحول نحو الطاقة المتقددة وهو خطط العديد من الدول الآن تتجه لأنها تمشي في طريق استخدام الطاقة المتقددة وإن كان على المضى الطويل الدخول في صناعة الطاقة المتقددة أو تكون شع عامل أساسي في استهلاك الطاقة ولكن على المضى المتوسط سيكون الغاز الطبيعي المسال هو الأكثر استهلاكا وأكثر ميلا خلال السنوات المقبلة السيد شوقي مهدي الكاتل المتخصص في شؤون الطاقة أشكرك سيدي شكرا جزيلا كنت معي في سيميسي عربية في هذه القراءة لصناعة وقطاع الغاز في العالم عموما شكرا جزيلا لك وأنتم أعزائي المشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة في الأسبوع المقبل نلتقي إلى اللقاء